شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020 والمقام تحت رعاية سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار قوة التأثير بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقيادات منظمات وهيئات دولية وخبراء دوليين وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة ضمن التجمع الأكبر من نوعه في العالم بإجمالي مشاركين ناهز عددهم 3000 من مختلف أنحاء المنطقة والعالم وتضمن الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي كلمة افتتاحية ألقاها ديفيد مالتاس رئيس مجموعة البنك الدولي تناول خلالها جهود البنك الدولي في تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي لسيما من خلال مبادرة تمويل رائدات الأعمال والتي تتخذ من البنك الدولي مقرا لها والتي أشاد فيها بدعم دولة الإمارات لها كونها إحدى الدول التي شاركت في تأسيسها أعقبها جلسة حوارية مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي وحاورها فيها الإعلامي جون ديفتيريوس من شبكة سيانان العالمية تطرقت فيها إلى الأوضاع المالية العالمية ومستقبل التنمية حول العالم وتأثيرات المنتظرة لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو خلال المرحلة المقبلة والتطورات المتعلقة بتجارة الدولية وتأثيرها على مؤشرات النمو العالمي والأوضاع الاقتصادية في عدد من دول المنطقة وكانت وقائع الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020 قد بدأت بكلمة ألقتها سعادة مونة غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب نقلت خلالها رسالة ترحيبية من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون رئاسة سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وأعربت سعادة مونة غانم المري عن ترحيب دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بضيوف المنتدى المشاركين من نحو 87 دولة حول العالم إنه لشرف لنا أن نستضيف صناع القرار العالميين وقادة العالم من أجل مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إضافة إلى عرض ما تحققته المرأة من إنجازات أمام كل هذا الجمهور وكل ذلك من خلال رؤية صاحب السمو من أجل رفع مستوى المرأة والرقيبها هذه الرؤية التي أصبحت حقيقة من خلال تأسيس مجلس المساواة بين الجنسين رئاسة سمو جيخة منها بنت محمد بن راشد آل مكتوم إضافة إلى ذلك التركيز على الشراكات وتبادل المعارف والخبرات الذي يمكن من توضيح تأثير المرأة في كافة أرجاء العالم إضافة إلى إلهام الأثر والمجتمعات والأمم بأكملها ومنذ تأسيس الإمارات العربية المتحدة منذ 48 عاما كانت رؤية قيادتنا هي أن تؤسس الإمارات باعتبارها دولة نموذجا لكافة الدول الأخرى باعتبارها داعم للمرأة ودور المرأة في المجتمع وفي الاقتصاديات كل ذلك باعتبارها مرجعا من أنجي أن تمنح المرأة بيئة تمكنها على جميع الميادين وخلال كلمتها في الافتتاح الرسمي للمنتدى أشادت إيفانكا ترام مستشارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بجهود دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وإسهامها في إنجاح مبادرة تمويل رائدات الأعمال والتي كانت شريكا في تأسيسها ولعبت دورا رئيسا في حشد الدعم المادي لها من أجل تعظيم فرص رائدات الأعمال وتأكيد فرص نجاح مشاريعهن وقد أثنت مستشارة الرئيس الأمريكي على إنجازات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في مجال دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وإزالة كافة المعويقات التي تحول دون مشاركتها في تعزيز المستقبل الاقتصادي للدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة فيها وقالت نثمن الجهود الكبيرة لقيادة دولة الإمارات في إزالة كافة المعويقات التي تعترض طريق المرأة وتحول دون التحاقها بسوق العمل من خلال تطوير استراتيجية وطنية تراعي الدورة المحورية للمرأة في تعزيز التنمية المستدامة تم إطلاق مبادرة في العام الماضي من قبل الرئيس ومبادرة الرفاهية للنساء العبادة وهو أول مقاربة لولادة المتحدة وحكومتها من أجل تمكين المرأة ويعكز على ثلاث ركاز إعطاء تعليم مهني للنساء تمكينهم من أجل النجاح باعتبارهم رائدة أعمال إضافة إلى إزاحة كافة العقبات التي تواجههم من وتحول دون مساهمتهم في اقتصادية البلاد وذلك بحلول عام 20-25 وقد أثرنا بحياة 12 مليون إمرأة وقد بدأ ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي كلمته بتوجه الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لدعوته للمشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي دبي 2020 كما أعرب عن إشادته بما تقوم به الدولة من إجراءات وتدابير من شأنها الارتقاء بدور المرأة وتحقيق مستوى متقدم من التوازن بين الجنسين كنموذج يحتذى على مستوى المنطقة ونوها إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات لمبادرة تمويل رائدات الأعمال كأحدى الدول الأربع عشرة المؤسسة للمبادرة التي تمكنت قبل عامين من الحصول في دبي على أول مخصصات دعم مالي لها إن البنك الدولي فخور باستضافتها هذا المنتدى من أجل أن يتم تمويل المرأة وفتح الأسواق والشبكات المختلفة من أجل أن تزاح كافة العقبات في وجه نجاح المرأة الإمارات العربية المتحدة هي من الأربع عشر واهبين المؤسسين وفي ويفا قامت بأول تمويل وتخصيص لـ 250 مليون دولار من أجل تمويل رائدات الأعمال ومن قرب الـ 14 ألف من نساء الأعمال سواء كان بالقطاعين العام والخاص وتم تحقيق كل هذا النطاق الواسع من الأعمال بسبب واهبين وشركائنا وكافة الشبكات التي تعمل معنا واللاعبين الذين يقومون بجهد رائع كما أنني أود مضيين قدما أن أشجع جميع على أن يساهموا في مجهوداتنا من أجل أن نحقق نطاق أوسع من النجاح وأن نؤثر بشكل أكبر وقال إن صندوق المبادرة أفرد نحو 250 مليون دولار من المتوقع أن تدعم 114 ألف رائدة أعمال في 50 دولة فيما من المتوقع أن تكون مشارعهن محل استثمارات تقدر بنحو مليارين و600 مليون دولار من مصادر تمويل حكومية وخاصة حضر الافتتاح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بن محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وسمو الشيخة لطيفة بن محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عباد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسعادة مونة غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات من الهيئات والمنظمات الدولية اشتركوا في القناة